مع ختام جولة الإعادة من المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر بدأت عمليات الفرز وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور مندوب المرشح هذه هي المرحلة الأخيرة من قريطة الطريق والاستحقاق الأخير ونرجو أن يتم الاستقرار والإزهاء للبلد في بعد ذلك وكان اليوم الثاني والأخير من هذه الجولة قد شاد استمرار الإقبال الضعيف من الناخبين بشكل عام ومن الشباب بشكل خاص ومع الشكوة من المخالفات والرشاوة الانتخابية طالبت اللجنة العليا للانتخابات من لديه مستندات حول الرشاوة الانتخابية التقدم بها للجهات الرسمية وأعلنت إحالة بعض المرشحين للنيابة العامة للتحقيق معهم في مخالفات بحساباتهم البنكية ناس كتير كان ما رشحت نفسها قبل كده ومسكت ثلاثة أربع دورات وربنا أكرمنا ما نجحوش إحنا عايزين دم نبديد وعايزين شباب ولتأمين القضاء وعمليات الفرز أكد وزير الداخلية المصري استمرار حالة الاستنفار الأمني حتى انتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج وفي ظل نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية تبدأ عملية الفرز لهذه الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر تمهيدا لإعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية أصم عبد المقصود الإغبارية من داخل إحدى لجان الاقتراع بالقهر ترجمة نانسي قنقر